ماذا عن منتخب مصر؟ كواليس برضو؟ احنا الاول كنا مع النادي الاهلي في كازابلانك تحولنا لمراكش المكان اللي هيلعب فيه منتخب مصر وهنا حكاية اخرى اولا انا كنت موجود انا بس بحكي لك بالتفاصيل الاول موجود في الفندق اللي كان موجود فيه منتخبنا الوطن انا ما شفتش طوال هذه الرحلة اي لاعب من منتخب مصر في الفندق طوال هذه الفترة احنا عاديين في نفس الفندق انا ما شفتهمش ليه؟ هما كانوا عاديين زي في اكستنشن كده او في مكان مخصص ليهم في الفندق لاحد بيخش لهم ولا هما بيخرجوا ولا مثل حتى بيطلعوا المطعم لا في مطعم خاص ليهم ووضعهم في مكان مخصص محدش يعرف لهم اصلا او يعني اكنهم مش في نفس الفندق انا ما عرفش هما فيهم اساسا تمام؟ طيب بتقول لي كده ليه؟ بقول لك كده عشان اقول لك انه كان فيه التزام جدا في المعسك انا شايف بقى بعناية التزام كبير ومناسبة للتزام عايز اشيد باتنين تحديدين انا النهاردة جاي اتكلم ايجابي بصراحة احنا يا ما انتقدنا ويا ما جلدنا ذاتنا وقعدنا نقول كلام سلبي كثيرا وفي كثير من الاحيان كان في المنطق يعني بس النهاردة فرصة قدام شوفنا بعننا نقول كلمة حق يعني بشيد كثيرا بحازم امام كابتن الكبير اسطورة حازم امام عضو مجلس دارة اتحاد الكرة و والمشرف على المنتخب الأول التزام ما فيهوش غلطة في المعسكر ما فيهوش غلطة ما فيهوش غلطة مين مع حازم امام عشان برضو انا شوفت ده بعنايا الراجل عامل زي النحلة النحلة مش سايب تفصيلها بصراحة يعني محمد غرابة مدير المنتخب مش سايب تفصيلها وقاعد ملاقب الوضع وقاعد باصس على اللعيبة وشايف مين داخل وشايف مين خارج وشايف مين ملتزم ومين مش ملتزم وكلهم كانوا ملتزمين طبعا ويروحوا الملعب يجهزوا للامور بتاعة التدريبات يرجع تاني هو ومعاتي محترم جدا بالمناسبة انا شوفتهم معناها شوية الشباب زي الورد زي الورد في الجهاز الاداري المنتخب مصر زي الورد الشباب رائع جدا ومتعلم ومسكف وشاطر ناس عظيمة جدا بالمناسبة محمد غرابة تعرض لحاجة دمها تقيل شوية فيه الاجتماع الفني قبل المباراة بتاعة مباراة مصر وغينيا غينيا بشكل غريب جدا صممت انها هتتضرب الساعة سبعة مساءا ليلة المباراة والطبيعي ان الفريق الضيف هو اللي بيتمرن في نفس موعد المباراة قبلها بيوم على ملعب المباراة قالك لا انا عايز تضرب الساعة سبعة يا عم المفهود احنا ننضرب الساعة لا يا سيدي ده الكاف بنفسه باعت ان احنا نضرب الساعة سبعة لا انا بقى احكي لك التفاصيل يعني طيب معلش طب هناخد وقتنا وتخش بعني لا فبدأ مدير المنتخب اللي هو محمد غرابة يبقى مدىق شوية يعني وده حق منتخبنا الوطني فبدأوا يبعثوا هو حازم اميليات للكاف ونشوف الوضع ايه والكاف صمم وقال لا المنتخب مص هو اللي تضرب الساعة سبعة فلما تقلل غينية قالوا لهم انتو مش مفهود لضرب الساعة سبعة ضربوا الساعة تمانية قالوا لهم لا نبقى ندفع الغرامة عارفت اللي هو ايه هيا عافية فهم فبدأ الموضوع طيب رايح لسكة مش لطيف هننعمل أزمة ولا نعمل ايه فراحوا سألوا روي فيتوريا طيب الموقف كذا دلوقتي اللعبة جاي من القوتيل بقى وراحها عالتدريب وفيتوريا كان مسابق عشان كان عنده مؤتمر صحفي الساعة ست هنيبقى فيه مشكلة فروي فيتوريا قالوا لهم مشيها هتضرب الساعة تمانية مش هنعمل مشكلة مش هنعمل توطر للعبين زكاة كبيرة جدا منه من الجهاز الإداري بصراح